الزمن الموضوع استعمال الدقيقة في تقدير أزمنة وقيسها الهدف أقيس أحداثاً زمنية مددها أقصر من الساعة الدقيقة واحد أبحث بمناسبة الدورة التي نظمتها الإدارة الجهوية للرياضة حضرت أختي منافسات ألعاب القوى التالية العدو 1500 متر العدو 800 متر السباحة 100 متر فراشة العدو 100 متر فسألتها عن ترتيب هذه المنافسات من الأقصر إلى الأطول حسب المدد الزمنية التي استغرقتها فوجدت صعوبة في ذلك فحاولت مساعدتها المدد الزمنية اللازمة لي العدو 100 متر يستغرق السباحة 200 متر تستغرق السباحة 200 متر تستغرق العدو 800 متر يستغرق العدو 1500 متر يستغرق نقوم بمساعدتها نقوم بمساعدتها لمعرفة المدد الزمنية اللازمة حسب التقريب ل العدو 100 متر يستغرق 1 دقيقة السباحة 100 متر تستغرق 1.5 دقيقة السباحة 200 متر تستغرق 3 دقائق العدو 800 متر يستغرق دقيقتين العدو 1500 متر يستغرق 4 دقائق اثنان الإشكالية أراد أبي اختبارنا في تقدير مدد زمنية بحساب الدقيقة قال أعطوني أحداثا تدوم أقل من دقيقة وأخرى أكثر من دقيقة هل بإمكانك مساعدة الأطفال حتى يجيبوا والدهم؟ سنقوم برسم جدول نعدد فيه بعض الأعمال حسب المدد الزمنية المستغرقة حسب المطلوب وستكون كالتالي أعمال يستغرق قضاؤها أقل من دقيقة وأعمال يستغرق قضاؤها أكثر من دقيقة أعمال يستغرق قضاؤها أقل من دقيقة إغلاق شاشة التلفاز ارتداء الميدعة كتابة اسمي على الدفتر أعمال يستغرق قضاؤها أكثر من دقيقة غسل الأواني تجهيز المحفظة ارتداء الحذاء ثلاثة التثبت أنجز أنشطة مختلفة تقاس بالدقيقة وحدد المدد الزمنية اللازمة لإنجاز الأعمال ترتيب الفراش فتح نوافذ الغرف رسم مشهد على ورقة تصوير ترتيب الفراش ثلاث دقائق فتح نوافذ الغرف دقيقة واحدة رسم مشهد على ورقة تصوير خمس دقائق راقب العقرب القافزة لساعة كهربائية حتى تقوم بدورة كاملة وستلاحظ أنه توجد عقرب أخرى تتحرك بمقدار تدريجة من تدريجات ميناء الساعة عد تدريجات ميناء الساعة عدد تدريجات ميناء الساعة يساوي 60 تدريجة كل تدريجة تمثل دقيقة أعد التجربة مع التركيز على تزامن إنهاء القافزة دورتها وحركة العقرب الطويلة نستنتج أنه عند إكمال العقرب القافزة دورتها تقوم العقرب الطويلة بالتنقل إلى التدريجة الموالية وهو ما يفسر أن 60 تدريجة تساوي واحد دقيقة أربعة أطبق ألف أربط بين الحدث والزمن الذي يستغرقه فترة الراحة حصة التربية التقنية شوط من مباراة كرة القدم خمسة وأربعون دقيقة عشر دقائق ثلاثون دقيقة فترة الراحة عشر دقائق حصة التربية التقنية ثلاثون دقيقة شوط من مباراة كرة القدم خمسة وأربعون دقيقة باء أقدر المدد الزمنية للأعمال التالية باعتماد الدقيقة تناول لمجة أداء النشيد الوطني زمن السير من البيت إلى المدرسة عادة ما نستغرق لتناول لمجة أربع دقائق ولأداء النشيد الوطني خمس دقائق أما زمن السير من البيت إلى المدرسة فعادة ما يستغرق خمسة عشر دقيقة هناك أحداث قصيرة تقاس بالدقائق لم يكتفي الإنسان بالساعات التالية التي اتكرها الساعة الشمسية والساعة المائية والساعة الرملية لأنها لا تشير إلى الوقت بدقة بالساعة الإلكترونية خانات تشير إلى الساعات على اليسار والدقائق على اليمين ستة أقيم مكتسباتي ألف أسجل التوقيت في كتابة ثانية بالحروف السابعة السادسة التاسعة السابعة وثلاثة عشر دقيقة السادسة وتسعة وثلاثون دقيقة وأخيراً التاسعة وسبعة وخمسون دقيقة باء أرسم العقربين وأسجل التوقيت في الخانة الخامسة إلا ربع الساعة الخامسة وربع الساعة الخامسة إلا ربع الساعة نضع العقرب الصغير بين أربعة وخمسة والعقرب الطويل على تسعة بينما نقوم بتمثيل توقيت الساعة الثانية بالأرقام كما هو مبين أسفله ثمانية أسئلة للتوسع متى تشرق الشمس غداً؟ شروق الشمس يكون على الساعة السادسة وخمس وعشرون دقيقة متى تغرب؟ يكون غروب الشمس عادة على الساعة السابعة عشر وخمسون دقيقة متى تأوي إلى فراشك؟ عند حلول الساعة الثامنة ونصف ليلاً أخلد إلى النوم ومتى تستيقظ؟ أستيقظ عند الساعة السادسة صباحاً سجل مختلف هذه الأنشطة على ساعات ميكانيكية أو إلكترونية شروق الشمس غروب الشمس ساعة النوم ساعة الاستيقاظ شكراً للقز شكراً شكراً لكم شكرا